اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون عن اقتباس مبيان للإمام المهدي ناصر محمد اليماني كتبه في تاريخ الـ 26 من رمضان سنة 1441 للهجرة الموافق التاسع عشر من شهر مايو لسنة 2020 فليتوب من كبائر الإثم والفواحش وظلم الناس وظلم الشرك ويقول ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ومن بعد التوبة فليقول اللهم إني عبدك أسألك بحق لا إله إلا أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك الأكبر من نعيم جنتك أن تشفيني من عذاب كورونا أو تصرفه عني فإنا مؤمنون بداع الحق من عندك اللهم اكشف عنا عذابك من كل باب لنتبع سبيل الحق من عندك وأن تثبتنا على الوفاء بما وعدناك به يا من تحول بين المرء وقلبه فليس لنا إلا رحمتك التي كتبت على نفسك فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك قلت في محكم كتابك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فمني الدعاء والإنابة ومينك الاستجابة إنك لا تخلف وعدك ربنا سبحانك فوعدك الحق وأنت أرحم الراحمين اللهم ثبتنا على الوفاء بما وعدناك به أن نتبع داعي الله العالمي خليفة الله في الأرض الإمام المهدي ناصر محمد اليماني اللهم اجعل بعثه نعمة علينا لا نقمة علينا بسبب إعراضنا عن دعوة الحق للإمام المهدي ناصر محمد اليماني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين